السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي معكم سهبة رجب معلم أول لغة انجليزية المرحلة الابتدائية شرفتون أهلا بكم حبيبي النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد ما انتهينا في الفيديوهات اللي فاتت من حل جميع دروس الوحدة الأولى We plant our food النهاردة إن شاء الله بإذن الله في كتاب الأضواء الجيم 23 فاصل الدراسة الأول الصف الخامس المنهج الجديد Connectify فهنعمل إيه مع بعضنا بقى هنحل تدريبات شاملة على الوحدة الأولى كلها من كتاب الأضواء الجيم وإحنا النهاردة عندنا اختبارات الأضواء الجيم شاملة على الوحدة الأولى هنحلها مع بعضنا PID No.52 صفحة 52 عندنا بقى يونة 1 إلى أضواء تستوان الاختبار الأولى على الوحدة الأولى السؤال الأول بيقول يابقى قبل ما نبدأ يتنعمل لايك للفيديو نشاركه في القناة عشان ننصنى إن شاء الله كل جديد أنا هنا على القناة بحل من كتاب الأضواء الجيم وكتاب المعاصر وكمان كتاب بابت من الصف الاول للصف السادس وعندي ست قائم تشغيل هتلاقي قائمة لكل مرحلة فيها الحل وشرح الجميع الدروس من جميع الكتب الخارجية اول سؤال استمع وايه واكمل ارنت يعني ايه لا يكون جاردن حديقة لما ولا زرعين اعين في الحديقة بتاعتك زرعين اشجار المانجو والليمون الحامض هتلاها عندكو اي اشجار ليمون هتلاها لا يوجد اني ليس لدينا اي لمن تريس السؤال التاني read and match تعال نقرأ ونوصل ايوز بي where do you grow mango trees اين تزرع اشجار المانجو نزرعها فين وي grow mango trees in garden بنزرعها في الحديقة vegetables and fruits الخضروات والفواقه are تكون مالها healthy food طعم صحي plant like dead palm and wheat النباتات plant like dead palm and wheat النباتات اللي هي زي اشجار النخيل والقمح بنسميها are called producers اسمها منتجة للغذاء three can i have some tea هل يمكن انا نتناول بعض الشاي no sorry you had enough ها انت شربت كتير النهاردة four you can buy and sell many things add المكان اللي بنشتر ونبيع في حاجات كتيرة طبعا الماركت اللي هو ايه السوق three read and choose the correct answer تعالي رمت خرية الاجابة الصحيحة we use احنا بنستخدم pineapples الاناناس it shake peas الحمص cocoonate الجوز الهين to make koshary اللي بنستخدم مندرف عمل الكوشري pineapples ولا shake peas ولا cocoonate طبعا بنستخدم الايه لتشيك بيز الحمص are there سؤال باستخدم some ولا any ولا ant tomatoes left ها هل يوجد اي ايه طماطم طبعا اي are there any بنستخدم any في السؤال وانا في producers المنتجون get their energy بيحصلوا على الطاقة from insects من الايه الحشرات larger animals حيوانات كبيرة ولا زصان طبعا ايه النبات بياخد الطاقة بتحته من الشمس when you grab لما تمسك شيء بسرعة ولا grow تزرع ولا plant something you pick it up quickly طلطقت بسرعة طبعا دي كلمة grab في القصة بتاع jack and penstock how about ماذا عن has or had or having some juice how about or what about يجيب بعدهم فير بواي إن نجيب having some ماذا عن تناول بعض العصير read the passage then answer and take questions طبعا قطعا جب على سئلة hello مرحبا my name is sami is sami i like to work with my uncle in his farm every summer بحب بروح اشتغل معامي في المزرعة كل صيف تمام this summer هذا الصيف you are growing shakebees زراعا حمص shakebees are an important ingredient in many Egyptian recipes يعني الكلام ده الحمص من المكونات الهمة جدا في وصفات مصرية صاد شئات زي الكوشري and hummus they aren't fruits or vegetables الحمص ولا خضر ولا فكهة but they belong to a food group called legumes ينتمي لمجموعة من الطعام اسمها legumes اللي هي legumes يعني بكوليات تمام other legumes عندنا بكوليات اخرى زي aylent الزلعرس black beans اللي هو الفول الاسود اللي هو المدامس and peanuts والفول السوداني shakebees are a healthy food الحمص طعم صحي that can't keep لأنه يساعد الجهاز الهضني digestive system working properly يجعله يعمل بطريقة صحيحة يلا بينا نشوف لأسئلة صفحة 53 53 53 53 اشتغل اذا كنت ويرتاني اختار الاجابات الصحيحة لحنا لسه قرينا موضوع الحمص number one كوشري and hummus are french british egyptian recipes طبعا وصفات مصرية الحمص والطحينة shakebees are shakebees عبارة عن ايه fruits فواكه legumes بوكوليات where does sami work every summer اين يعمل sami كل صيف in his uncle's farm يعمل في مزرعة ايه عمو what food group do chickbees belong to and all chickbees belong to legumes ينتم الى البوكوليات writing read and rearrange to make correct sentence قعد و فكرة واعد الترتيبة لكون الجملة صحيحة can ايجي بعدها الفاعل can i have some هل يمكننا نتناول بعض الاي it please من فضلك please please تيجي فغر الجملة there يجي بعدها are there are you got lots of there are lots of this city chickbees you got hummus كتير فين in the field في الحقل what would you like to drink ما ستحب عن اي تشرب we tear ملخية into delicious soup سور يا جماعة we tear ملخية into delicious soup نحن نحول الملخية الى شرب اي لذيذة we grow نزرق mangoes in our garden احنا نزرقين مانجا في الحديقة بتاع بيتنا six look and write a paragraph of thirty to forty words اكتب البراغراف مقامة هتنربي عن كل معن اي mangoes المانجا favorite مفضل grow juice delicious تعال نشوف نكتب الجمل ازاي لازم اسيب مسافة وكل جملة بدها بالحرف الكبير هنقول اي mangoes is my favorite fruit فاكهة المفضلة تمام هتقول we grow mangoes انا باخد الكلام اللي هو عطهولي خدت كلمة فيفرت في الجملة الاولى كلمة grow نزرق we grow mangoes نزرحها فين in the garden في الحديقة we can make make a lot of drinks and dishes with it ممكن نعمل بها مشروبات واطباك ها عديدة we can make delicious هستخدم كلمة delicious اللي هو عطهولي delicious a juice ممكن نعملها عصير a لذيذ كده عملنا جمل سهلة جدا وبساطة عن المنجة وانكتويت رانا ال r r rana's favorite food is ملوخية طعام المفضل عندنا نهو الملوخية طبعا دي جملة هنحط في الاخر النقطة يبقى ال r والأبوستري في النقطة where can من شادي sell the chickpeas seeds اينا نستطيع شادي ان يبيع بوزور الحمص عندنا W اول كلام ال S بتاع شادي عشان ده شخص علمت السفهام عشان ده ايه سؤال كده حلنا الاختبار الاول على الوحدة الاولى من كتاب الاضواء الجيم نالي بالصفحة نشوف الاختبار التاني 54 54 unit 1 الاضواء 10 الاختبار التاني listen and complete finish yun hey reading يقرأ كورس بالطبع فيفرات مفضل sali what are you what are you reading ماذا تقرأي I'm reading jack and the beanstalk بتارى قصة بتاعة jack it's my favorite story كاسات المفضلة can I borrow it ممكن استلفها منك استلف او استعير منك it when you finish it لما اتخلصيها it lies of course نعم بالطبع طبعا هاد دهارك لما اخلصها ما عندش مشكلة read and mash تعناها ونوصل what's your favorite food mom ايه طعامك المفضل يا ماما my favorite food is fish طعام المفضل هو الايه السمك the chocolate isn't healthy الشوكولاتة الاسر صحية but it's okay if you ate a little مش مشكلة او كانت منها ايه القليل you have to turn on the oven يجب ان تشغل الفرن امتا to get it hot before cooking بسبوس علشان يسخن قبل طبخ الايه البسبوس قبل خبز البسبوس what would you like what would you like i'd like some lentil soup عايز شربة ايه عتس 4 امير planted half of his field زرع النص ارض و ايه this is 0.5 of his field معنى كده انه النص يسوي الخمسة من عشر read and fill in the gaps دايجيست في هضمي مقدار ميالز واجبات لجمس بكوليات healthy صحي my grandma my grandpa جدي جروز اتشيكبيز زر حمص اتشيكبيز ار ان امبورتان انجريديينت الحمص مكون اساسي جدا ان من الريسبس في وصفات عديدة اتشيكبيز belong to a group of food called the legumes ينتمي لأيه البوكوليات اتشيكبيز are food طعام ايه healthy they can keep your هيحافظ على ايه digestive system working properly we use تشيكبيز and delicious ميالز في واجبات لذيذة الكطع افودي تشين سلسلة الجزاء shows how animals and plantes get their energy بتوضح نيلة سلسلة الجزاء ازاي الحيوانات والنباتات تحصل على الطاقة plantes are called producers النباتات اسمها منتجين they get their energy from the sun يحصل على الطاقة من الشمس animals are consumers مستهلكون they eat plantes or other animals for energy بيتغزوا على النباتات او حيوانات اخرى لحصل على الطاقة primary consumers المستهلك الاول لصد شهاد زي caterpillars الدودة and beetles والخنفسة eat plantes ستغزوا على النبات secondary consumers المستهلك الثاني such as lizards and snakes زي السعبين والسحيلي eat insects ستغزوا على حشرات and small animals وحيوانات صغيرة tertiary consumers المستهلك السالس such as foxes زي السعال بان ايجل والنصور eat larger animals ياكلوا حيوانات اكبر صفحة 55 تعالي شوفوا الاسئلة تعالي شوفوا صح والله كاتربيلرز and beetles are called producers الدودة والخنفسة منتجون لا ده مستهلك اولي بالكلام ده false secondary consumers eat plantes المستهلك الاول بياكل نباتات لا المستهلك الاول ولا بياكل نباتات زي الدودة والخنفسة بالكلام ده false foxes and eagles eat larger animals ياكلوا حيوانات اكبر طبعا true what does the fully chain show بتوضح لنا اي how animals بتوضح لنا ازاي النباتات and animals and plantes get their energy ازاي النباتات والحيوانات تحصل على طاقتها how do producers get their energy ازاي المنتجون يحصل على الطاقة هنقول اي from the sun انا عندي المنتج اللي هو مين النبات النبات بياخد الطاقة بتاعته منين من الشمس rare range اللي هو سؤالي الترتيب هنقول are there any any lime trees هل يوجد اي اشجار ليمون حام اتفين in the garden في الحديقة chicken and meat are yacuno healthy foods اطعمة صحية primary consumers eat plantes المستهلك الاول يأكل النباتات would you like هل تحب am orange portugala summer didn't have any ليس لديها fruits اي فواكه six look and write a paragraph of thirty to forty words how to bake a cake ازاي نعمل الكاكة هنقول نسيب مسافة تقول my عندي كلمة favorite my favorite recipe is cake cake الواصفة للمغضالة بالنسبة للكاكة and all first you melt butter زبدة eggs sugar هنحط الاول الزبدة وهنحط ال a lx والسكر and juice والعصير بحدد بعملها بالبرتقال ايه orange juice orange juice العصير ببرتقال تمام طيب then بعد ذلك هنزاوبهم مع بعضيهم then then we add نفضل عندنا ايه بقى then we add lower الدقيق and baking powder and sorry هنا نحط الايه الكومة هنا add vanilla بعد كده mix mix then well نمزجهم ايه جيدا then we pour نمزج the mixture in a baking dish في طبيعي الخبز bake for thirty minute سنخبز انا مولي 30 دقيقة اه when it cool لما تبرد cut cut it with a knife and share it with your time then بعد ما تبرد اتطاح وشاركها مع العيلة البنك تويت بقى وشاري is a delicious Egyptian recipe الكي والأيجيبشن وفي الآخر النقطة عشان دي اسم ايه agency what's w او الكلام your month هنا فيه apostrophe favorite food مواطعه مواطعه المفضل علامة استفهام كده حبيبي سنة خمسة نكون انتهينا من حل الاختبارات الشاملة الخاصة بكتاب الأضواء على unit 1 من منهج الصف الخامس الجديد unit 1 we plant our food النهاردة الفيديو كان حل اختبارات شاملة من كتاب الأضواء الجم على الوحدة الأولى استنون ان شاء الله الفيديو القادم ناخد الدرس الاول من unit 2 من الوحدة الثانية بذكركم ان انا على القناة بحل من كتاب الأضواء الجم وكتاب المعاصر استنون مني فيديوهار جديدة بإذن الله نبدأ في الوحدة الثانية اتمنى انساش نعمل الفيديو وتعملوا شير علشان نوصل لأكبر عدد من المشاهدين ونكبر